موسيقى اليوم عدد مهون من الشباب اللي موجودين ومحكمين بسبب هذا القانون هم شباب عمرهم معاشوا التجربة هذه قد يكون مشاء في قعدة في جلسة في آخره أو كتجربة أولى نعتقد أنه أول شيء هو اقترح في الاتجاه تعديل الأحكام في هذه المسألة واقترح أكثر من هذا هو يمكنش الاستثمار في اقتصاد القمب الهندي في تونس نتصور أنه الإمضاء حول تخفيف العقوبات تخفيفه وعفو خاص ينجي يكون عفو خاص طبيعا طبعا بحسب الاستهلاك بدرجاته أما المروجين لا مجال إليه بل بالعكس المروجين هو ترفيع في طبيعة العقوبة بالنسبة للترويج لأنه اليوم عصابات كبيرة قاعدة تلعب بولادنا في المعاهد وفي حتى المؤسسات التربوية الأعداديات وربما يهبطونهم حتى للابتداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر